وزارة الفلاحة خذت قرار يمنع المصيد في بحر جرجيسة على نسل كل مدة عام كامل البحارة رفعوا قضية قديم المحكمة الإدارية ضد قرار الوزارة قضية عدد واحد البحارة في مدينة جرجيس ضد وزارة الفلاحة ومثل البحارة يتفضل سيدة الرئيسة نحن ناس تخدم على روحها وتسترزق من البحر عندنا عائلات وصغار والوزارة منعتنا من المصيد وولينا بطالة لخدمة لجدمة لبش نعيشه لبش نداويه سيدة الرئيسة الإجراء قاسي بارش علينا وما يرعيش حقوقنا ومثل الوزارة يتفضل سيدة الرئيسة البحارة يستعملوا في المصيد بالكركارة يصطادوا في حوت مختلف لحجام بما في ذلك الحوت الصغير حتى ولا يتلوح في المرشي آخر العشية البحارة نشح ذلك عليش تطبيقا للدستور اللي يفرض احترام حقوق الأجيال الجاية والفصل 49 منه اللي يحتم علينا حماية المصلحة العامة لدينا إجراء بمنع المصيد عام بش البحارة يرتاح ويرجع الحوت يتكثر صحيح أنه الطريقة هذي متاع المصيد بش تأدي لانقراض برشا أنواع متى حوت واختلال توازن البيئة هذا عليش من الضروري أنه الوزارة تدخل وتنظم عملية المصيد لضمان المصلحة العامة وحقوق الأجيال القادمة والحق في بيئة سليمة لكن الفصل 49 زيدة يفرض اللي الإجراء يكون متناسبة مع الغاية اللي يحب يحققها والمنع الكلي والتام للمصيد لكل أنواع الحوت عام كامل مش متناسبة مع الغاية اللي يحب يوصل لها ويعتبر إجراء قاسي على الصيدة على خاطر يمنحهم من ممارسة حقهم في العمل والمساس بالحق في العمل يترتب عليه المساس من حقوق أخرى كما الصحة والتغذية وتعليم صغارهم كان على الإدارة تاخذ قيود أخرى أقل حدة وأكثر تناسب مع الوضعية والغاية اللي تحب تحققها كما مثلا فرض مدة زمنية محدة لمنع المسيد حسب كل نوع من الحوت أو منع المسيد بالوسائل تأجل أضرار كبيرة بالبيئة البحرية وتقديم منح مالية لبعض الحالات الاجتماعية اللي تتضرر برشا من التوقيف المؤقت للنشاط وعليه قررت المحكمة قبول الدعوة شكلا وأصلا وإلغاء قرار وزير الفلاحة القاضي بمنع الصيد ببحر جرجيس وهكا تمكنت المحكمة من تحقيق التناسب بين الحق في بيئة سليمة وضمان حقوق الأجيال القادمة وبين حق البحارة في العمل وفي توفير ظروف العيش الكريم لهم والعائلاتهم اشتركوا في القناة